السلام عليكم ورحمة الله تحية طيبة لكل من يتابعني وياكم عليهادي علي يوم 14-10-2016 تم الإعلان عن مؤتمر لشركة جوجل خلال هذا المؤتمر تم الكشف عن مجموعة من الأجهزة الجديدة لهذه السنة إن شاء الله في هذا الفيديو المختصر طبعا مدة المؤتمر كانت ساعة ونصف إذا حبيتوا تشوفوا الفيديو المسجل للمؤتمر موجود الرابط الخاص بالمؤتمر أسفل وصف الفيديو أبرز الأحداث أو أبرز الأجهزة اللي تم كشفها في المؤتمر رح نتعرف عليها في هذا الفيديو مثل ما وضحت هذا الفيديو مختصر أو مثل ما نقول بالعلاقي زبدة المؤتمر رح تشوفوها في هذا الفيديو فاتعبوني مرحبا بداية المؤتمر كانت بكلمة للرئيس التنفيذي لشركة جوجل ركز أو ملخص كلامه كان يركز على مسألة الذكاء الاصطناعي ومستقبل الذكاء الاصطناعي أيضا مراحة تهليف وتطور الذكاء الاصطناعي في منتجات شركة جوجل بعدها اتكلم عن مساعد جوجل أو المساعد الشخصي اللي كانت الأجوبة اللي ينطيها على الأسئلة اللي تم طرحها بشكل سريع بحيث الكلام أو الإجابة كانت مقاربة لسرعة المحادثة البشرية الاعتيادية وهذا تطور جدا كبير ونقطة أخرى أيضا لاحظناها في المؤتمر بأنه شركة جوجل بدأت تهتم بمسألة الهاردوير يعني الأجهزة اللي تقوم بتصنيعها رح يكون الهاردوير والسوفتوير من نفس شركة جوجل 100% يعني هي اللي رح تصمم وهي اللي رح تصنى أكيد رح نحصل على منتجات خرافية الشيء اللي لاحظناه أنه أول جهاز جوجل صممته وصنعته هو جهاز البيكسل هذا الهاتف الرهيب حسن ما شفنا مواصفاته إن شاء الله رح نتعرف عليه في هذا الفيديو هذه أبرز النقاط اللي يتكلم عليها بعدها بدأ بكشف الأجهزة اللي تم توضيحها في المؤتمر هسا رح نتعرف على الأجهزة وشنو طبيعة هذه الأجهزة اللي تم الإعلان عنها في المؤتمر لهذه السنة الجهاز الأول اللي تم الكشف عليه هو جهاز جوجل بكسل هذا الجهاز اللي تعتبره شركة جوجل أول جهاز تقوم بتصميمه وتصنيعه بنفسها أيضا مساعد جوجل اللي تكلمنا عليه في بداية الفيديو رح يكون مدمج بشكل كامل مع النظام الخاص بالجهاز ومن خلال مساعد جوجل تقدر تقوم بالعليد من المهام تشغل تطبيقات تشغل ألعاب تقوم بإدارة الجهاز بشكل كامل من خلال الصوت وبدون أن تلمس الجهاز أبدا وبالنسبة للكاميرا الخاصة بالجهاز هذه الكاميرا اللي تعد من أفضل الأنواع اللي حصلت على تقييم 89 حاليا أعلى جهاز أو أعلى كاميرا اللي جهاز حصلت هذا التقييم بالتالي رح تكون هذه الكاميرا من أفضل الأنواع حسب التقييم هذا طبعا الكاميرا هذه تحتوي على مميزات جدا كثيرة من ضمنها المثبت البصري من تقوم بتصوير فيديو ما رح تلاحظ اهتزاز أيضا من تقوم بالتقاط مجموعة من الصور الجهاز رح يختار الصورة الأفضل أيضا التطبيقات الأساسية اللي جوجل رح تكون موجودة بشكل مسبق بالجهاز النقطة الأخرى الشحن السريع رح يكون متوفر بالجهاز بحيث أنه أنت تشحن الجهاز لمدة 15 دقيقة رح تحصل على استخدام لمدة 7 ساعات شي جدا حلو بالنسبة للنظام رح يكون نظام نوغا موجود في الجهاز مسبقا أيضا رح تحصل على دعم فني مستمر مدمج مع الجهاز فتقدر أنه تتصل بالدعم في أي وقت تحتاجه الجهاز رح يكون بنسخة نسخة بقياس 5 إنج والنسخة الثانية بقياس 5.5 إنج أيضا الجهاز رح يتوفر بثلاث ألوان اللي هو الفضي والأسود والأزرق وبالنسبة لسعر الجهاز رح يبدي سعر الجهاز من 649 دولار وبالنسبة للجهاز الثاني اللي تم الكشف عليه وهي نظارة جوجل هذه النظارة اللي رح تكون متوفرة أو تتوافق مع جهاز جوجل بيكسل بالإضافة إلى الأجهزة الأخرى هذه النظارة رح يجو إياها جهاز تحكم تقدر من خلاله أنه تقوم بمجموعة من المهام وتقدر أنه تحفظ هذا الجهاز بعد أن تنهي استخدام النظارة تحفظ جهاز التحكم في داخل النظارة بشكل اعتيادي رح تكون ألعاب وتطبيقات تدعم هذه النظارة بالإضافة إلى خدمات المحتوى الكثيرة رح تدعم النظارة بالإضافة إلى خدمات جوجل رح تكون مدعومة من قبل هذه النظارة السعر هذا النظارة 79 دولار وبالنسبة للجهاز الثالث اللي تم الكشف عليه وهو جوجل واي فاي راوتر من جوجل رح يتوفر تطبيق تقدر أنه تتحكم بالراوتر بشكل كامل وسعر هذا الراوتر رح يكون 129 دولار إذا تشتري قطعة واحدة وإذا تشتري ثلاث قطع رح يكون سعر 299 دولار وبالنسبة للجهاز الرابع اللي تم التكشف عليه في المؤتمر اللي هو جوجل كروم كاسيت ألترا هذا الجهاز هو أفضل من الإصدار السابق بحيث يدعم 4K HDR أيضا الجهاز السابق تم بيع أكثر من 30 مليون قطعة سعر هذا الجهاز رح يكون 69 دولار والجهاز الأخير هو جوجل هوم هذا يدعم خدمات كثيرة جدا منها تشغيل الموسيقى والإجابة على الأسئلة وخدمات أخرى أيضا يشتغل مع مساعد جوجل من خلال ربطه مع الموبايل أيضا يساعد في الترجمة ويدعم مظائف البيوت الذكية ويتوفر بعدة ألوان سعرها رح يكون 129 دولار فهذه كل الأجهزة اللي تم الكشف عليها في مؤتمر بوغل إن شاء الله كانت هذه التخطية المختصرة وافية وكافية وقدرتوا تعرفون شنو أبرز الأجهزة اللي تم الكشف عليها في المؤتمر إذا كانتكم أي سؤال أو استفسار تقدرون ترسلوني نهاية هذه الحلقة أتمنى تكون عجبتكم وكالعادة في الختام لا يسعنا القول إلا السلام والسلام عليكم ورحمة الله